اشتركوا في القناة 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 القيام الحاليه قدامكم هو سولو وليفل الميشن 116 فانا عندي سولو وليفل الميشن 116 وما كان عندي اي مشكلة نستخدم سولجر ومعاي شوك ويف ولكن شوك ويف مش ايا شوك ويف الشوك ويف تاخد سبع ثوان عشان ترجع كمان مرة اما بالنسبة للتشكيل الخامسة اوكي وانا وقف شوي فتنا في الجد داشنج هير كين شخصيه الابلتيز فيها كوناي ستورم ثرونج ستار و دراغون سلاش شخصية نينجا بتجمع بين قدرتين للنينجا من اقوى القدرات الموجودة في النينجا اللي هنه كوناي ستورم و دراغون سلاش مع تيم بيرك الهبي هوليديز صار موضوع كوناي ستورم بالجيبي كيف يعني بالجيبي يعني ممكن تضرب كوناي ستورم لبكرة الصبح وما راح تخلص فعليا ما راح تخلص الداشنج هير كين او شخصية تحدث البيض شخصية النينجا تقول لك لما انت تضرب كوناي ستورم ورح تنزل البيض على الارض هذا البيض راح يدمج الزومبي ولكن مش اي دامج 111 بيس دامج فهلا دامج خرافي داخل جيم بلاي لما تضرب انت الكوناي سورم ما برشو الكوناي سورم اللي هي بتنوت في الجو وبتضرب عكيد شايفينا حاليا من الجيم بلاي و مع استخدام تيم بيرك الهبي هوليدي يقدر تقلل كولداون للكوين ستورم الى 9 ثوانة بنفس الوقت يقدر تقلل كولداون حق الدراغون سلاش 6 ثوانة فرح تستخدمه بشكل كبير وانو فيه سر صغير في التشكيلي والسر هو في السابور تيم وفي الاخص في شخصية الاوفر تيكر هيرو بتقولك اذا انت ضربت كوناي ستورم وقتلت واحد زومبي راح تقلل كولداون 2% احنا عنا الكولداون للكوناي ستورم صار 9 ثوانة عشان هيك بدنا 5 زومبي نقتلوا بالكوناي ستورم راح تستخدم كوناي ستورم كمان مرة بنفس الوقت وما ننسى شخصية الداشن هيركن راح تنزل بيض في دمج عالي فاكيد راح تقتل 5 زومبي وخاصة اذا كنت مثلا قدامك زومبي كثير فرح تستخدمها كمان مرة واذا راح تستخدمها كمان مرة فرح تستخدمها كمان مرة لحدية الطاقة ما تخلص عندك واذا اصلا ما استخدمتهاش كمان مرة في عنا كدرة ثاني اللي هي كدرة الدراجون سلاش واكيد الدراجون سلاش غنية عن التعريب في شخصيات النينجا اللي مو كيف واداها داخل جيم بلاي كيف بيكون وعشان هيك في السابور تيم شفتوني مركز على الكدرتين لاني دراجون سلاش مع الكوناي ستون ففي السابور تيم في سناقل سبيشالت سارا اللي بتقول لك لما تضرب دراجون سلاش غنية خط انيرجي هذا خط انيرجي راح يدمج الزومبي بمقدار 26 باس انيرجي دامج كل ثانيه واكيد لاني ما اعتمد على كدرتين مع شخصيه الداشن هير كين بدي باور عالي وهذا الباور ممكن ارجع وبيج بشخصيه الفولنج لاف جونزي اللي بتقول لك راح انت تتوقل الزومبي بترجع 6 انيرجي خلال ثوات ثواني وبما اني راح اعتمد على دراجون سلاش فبدا خلي دراجون سلاش ما تسحب طاكا كثير عن طريق شخصيه السارا حوتب شخصيه السارا حوتب تعمل على تقليل انيرجي من الدراجون سلاش مقدار 30% اما سيرفايفر الجونزي فحطت عشان اظن احافظ على الهيل اللي عندي راح يرجع الهيل مقدار 39 باس هيل خلال ثلاث ثواني بحافظ على الهيل بشكل كبير وما بموتش كثير داخل القيم لي وخاصة اذا كنت سولو واذا بتسألوني شي افضل تشكيلي بنسبة الي كأنس نعم الدااشنغ هيركن هي اقوى تشكيل حاليا مع تين بيرك الهابي هولو دي ليش لانا استخدرت استخدم كوناي ستورم وقدرت استخدم الدراجون سلاش كدرتين كثير بحبن داخل القيم بلاي ومعا الانس انهن بيجين مع النينجا فحرية اللايب داخل القيم بلاي بتكون مفتوحة جدا ومش راح تموت بالشكل كبير فعليت داخل القيم بلاي ديم بوي رهيب جدا هيك تقريبا نصل لنهاية الفيديو بطمئنا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا اكتبولوا رأيكم بالتركيبات في التعليقات تحت فعلا يسعد لقلوبكم يا رب ما قصرتوا في الدعم شكرا لكم وشكرا كل شخص استخدم كود الدعم في الاتم شوب لانه فعلا فرق معنا كثير وان شاء الله منقدر نطول محتوى اكثر واكثر معكم نزلنا ان شاء الله فيس كام على التويتش تقريبا كل ليلة منعمل بثور الزومبي فاهلا وسهلا فيكم عن قريب رح نعمل عن تشغيل الفيس كام مع اليوتيوب ولكن ممكن نستخدم شوية ذيكورات يعني الموضوع قيد التنفيذ حاليا اذا عجبكم الفيديو لايك ما عجبكم ديس لايك اذا اجدد على القناة اكيد نتشرف فيكم تشتركوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وكالعادي في امان الله موسيقى